الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نتكلم إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء عن أهم أسباب حرارة القدمين حرارة القدمين هي الشعور بحرارة في قدمات يصاحبها ألام خفيفة أو حدة وفي بعض الحالات قد يكون الألام شديد أو يصاحبه بتنمل أو وخص واحد تصلب الشريين دول بيسبب ألام في القدمين اتنين الغضة الضرقية لو فيها مشاكل خمول الغضة الضرقية دي برضو بعمل مشاكل مرض السكري ربنا احفظنا وإياكم من مرض السكر الحساسية من الأحزية فدي حاجة بقى في ناس كتير مش واخدين بالهم منها تخيلوا الحساسية من الأحزية ممكن تسبب ألام في الرجلين التهاب القدم وممكن يكون القدم في التهاب من تحته الواحد مش واخد باله دي برضو بيسبب المشكلة دي مشاكل فيه نظامك الغذائي واحد بيأكل مثلا طوالي نشويات الجسم عاوز بروتونات وعاوز كالسم وعاوز خضار وعاوز حاجات كتير فيه واحد طوالي معظم أكله نشويات يعني ايه نشويات يعني بيأكل مثلا عيش فقط وبطاطس ما العيش والبطاطس دول نشويات والرز برضو نشويات فخلي بالكم من الموضوع ده انت معظم الأكل نشويات دلوقتي انت ممكن تخلي في الأكل كل وجبة كل تماطم كل طوم كل بصل كل فجل جرجير حاجات مين دي الحاجات ده يعني في متناول الجميع وبسيطة يعني وسعرها زاهد وفي متناول الجميع بس فيعني ايه خلي بالكم من الحاجات دي اشياء من ضم أسباب ألام القدمين وان شاء الله عز وجل نتكلم في موضوع جديد ونصحة جديدة ما تنسوش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته